موجة هبوط كبيرة ضربت سوق العملات الرقمية خلال عطلة نهاية الأسبوع جميع العملات تكبدت خسائر كبيرة والعل أهمها البيتكوين والإيثاريوم والعملات البديلة كاردانو، سولانا، دونج كوين، بولكا دوت مجموعة من العملات تكبدت خسائر كبيرة حيث انخفض كل من بيتكوين وإيثاريوم بنسبة كاربت 7% تقريبا في الـ 24 ساعة الماضية واستدعوات لمزيد من رفع الأسعار في أيلول سبتمبر من العام 2022 ووصلت عملة البيتكوين حركة السعر الهبوطي لليوم الثالث على التوالي مع انخفاض العملة الرقمية الرائدة إلى أدنى مستوى الأسبوعي لها عند مستويات 21.200 دولار للعملة الواحدة وقت إنتاج هذا المحتوى بعد 12 قصير لم يستمر طويلا لدرجة تدعو لتفاؤل المتداولين على العملة الأيكونية بيتكوين تدولت عملة البيتكوين عند نحو 21.785 للواحدة من عملة البيتكوين بانخفاض بمستويات 6.9% خلال اليوم على الرغم من قفزة سعرية بنحو 7.69% في أحجام التداول اليومية وانخفضت القيمة السوقية البيتكوين بأكثر من النصف حيث انخفضت من 3.270 مليار دولار أمريكي في 22 نوبمبر من العام الماضي 2021 إلى أقل من 417 مليار دولار في اليوم وتراجعت الإيتاريوم ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية والتي تنتظر حدثا هاما في الأيام القادمة وهو حدث الدمج إلى نحو 1728 دولارا بانخفاض بنسبة 6.2% خلال الـ 24 ساعة الماضية مع القيمة السوقية الحالية البالغة 211 مليار ونصف المليار دولار أمريكي انخفضت الإيتاريوم بنسبة قاربت 65% عن أعلى مستويات لها على الإطلاق عند 4.891 دولارا تم تزيولها في 22 نوبمبر من العام 2021 وفقا لبيانات من كوين ماركت كاب وسط حركة السعر الهبوطي تم تصفيت أكثر من 537 مليون دولار من أصل 156.155 متداولا في سوق العاملة الرقمية على مدار الـ 24 ساعة الماضية وفقا لبيانات من كوين جلاس تتصدر البيتكوين عملية التصفية بمبلغ 200 دولار أمريكي تليح الإيتاريوم بمبلغ قارب 133 مليون دولار خلال نفس الفترة وجاءت الغالبية العظمى من عملية التصفية للعملتين الرقمتين الرائدتين ويقصد هنا عملة البيتكوين وعملة الأوتاريوم كما سجلت العملات الرقمية الأخرى أو ما تسمى الألت كوين بما في ذلك عملة باينانس 8% وسولانا 11.6% وبوليغون 11.85% وأفالانش 14% سجلت خسائر هائلة خلال الـ 24 ساعة الماضية وفقا لدراسات أعدها كوين ماركت كاب في ظل هذه الخسائر نجد مجموعة من المستثمرين أوقفوا عمليات التداول واحتفظوا بعملاتهم الرقمية في المحافظ لن يتم تداولها حتى يرتفع السوق ويصل إلى معدلات مقاومة جيدة تكون ركيزة لارتفاع في الأيام القادمة للمزيد من التفاصيل نتعرف عليها من خلال مقال على موقعنا kainarabnews.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار العمليات الرقمية أقرب إليك من أي وقت مضى اشتركوا في القناة